اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان وحلقة جديدة من بردمجنا الاوائل دايما بنقول مهم او ان احنا نفهم اكتر علشان نعرف اكتر وكل ما بنعرف اكتر كل ما بنتميز وبنحقق نتائج مبهرة النهاردة يمكن مادتنا مادة جميلة عن صيانة الالات الكهربائية وبنخص بيها صف الخامس في المدارس المتقدمة الفنية وهيبقى القسم الخاص بيها وتركيبات ومعدات كهربائية النهاردة يمكن ان هنواجه كلامنا حتى لشعبة الات ومعدات وهنتكلم عن صيانة الالات الكهربائية بشكل جميل وواضح ومفيد للغاية ريت تتابعونا وتستفادوا من محاضرة اليوم اللي بيقدمهنا الاستاذ الدكتور محمود محمد عبدالعاطي صيانة الات كهربائية اهلا وسهلا بكم منورنا دكتور دكتور في البداية دايما بنقول العناصر الاساسية للوقاية والصيانة الوقاية الاجهدة والتحكم فيها ده مهم جدا لعدد كبير من الطلب طبعا برحب بحضرتك وبرحب بمشاهدين من طلبة الطالبات مدارس تعليم الفني المتقدم قسم تركيبات ومعدات كهربائية شعبة الات ومعدات طبعا احنا اتكلمنا مع بعض في مادة صيانة الالات والمعدات وشوفنا انواع الصيانة بانواعها المختلفة في حلقتين النهاردة ان شاء الله الحلقة المكملة للباب الاول الباب الخاص بمفهوم الصيانة اللي اتكلمنا فيه على مدار حلقتين دي الحلقة التالتة فيه وهتبقى نكمل الباب فيها ان شاء الله العناصر اللي هنستخدمها فيه اجهزة الوقاية او اني اشتغل بيها على الوقاية فيه مجموعة من العناصر انا محتاج ارتب عليها او اشتغل عليها كويس بحيث انه ما تسبب ليش مشاكل بعد كده العناصر دي احنا يمكن في حلقتنا السابقة وقفنا عند عنصرين منها فهنقولهم تاني ونكمل العناصر الخاصة بينا اول عنصر ده كان عنصر الفحص والعنصر التاني عنصر التنظيف عنصر الفحص المهم ان انا بفحص كل العناصر الموردة ليا في العمل بفحص كل العناصر الموجودة داخل العمل واللي بيتوقف عليها الانتاج بحيث اني اكون موافق او متوافق مع سجلات الصيانة من خلال عمليات الفحص اللي بتكون مستمرة على المعدات والالات عملية التنظيف دي عملية هم جدا العملية دي بتحتاج ان عملية التنظيف حول المعدة نفسها وعملية التنظيف للمعدة اثناء العمل وبعد العمل او بعد الانتهاء من العمل ده بيترتب عليه العمر الافتراضي للمعدة وانه المعدة نفسها تكمل العمر الافتراضي لها دون الحاجة الى صيانة او استبدال او عمليات اصلاح تؤدي الى توقف العمل يبقى العناصر اللي موجودة عندنا هم خمس عناصر احنا لو بصينا على شاشتنا هنلاقي انه عملية الفحص هي العنصر الاول العنصر التاني التنظيف تلاتة التربيط اربعة المحافظة على الاجهزة جافة خمسة استخدام الاجهزة الالكترونية للمراقبة واحنا بنتكلم على العنصر التالت دلوقتي اللي هو التربيط لابد من انه تكون جميع العناصر المستخدمة للمعدات وخصوصا ان احنا بنكلم ولادنا في قسم التركيبات الكهربية يعني بيشتغلوا على القواطع والمفاتيح وخلافه كل القواطع والمفاتيح هي طبعا ولادنا فاهمين انه هو بتبقى نقاط سابتة ونقاط متحركة النقاط السابتة حاملة للطيار والنقاط المتحركة هي بتوصل الطيار بتنقله من نقطة لنقطة فاسناء عملية الفصل والقطع للقواطع بيبقى فيه اجزاء مثبتة بنوع من المصامير والصوميل او وسائل ربط المختلفة نتيجة لعمليات الفصل والوصل المتكررة يعني المتزايدة نتيجة بقى ان الحمل زايد او عمليات الفصل والوصل المتكررة للتشغيل للمعدة بيحصل تفكك او انحلال لهذه الوسائل وسائل الربط المستخدمة فبيبقى انا واجب علي بعد كده ان وسائل التربيط تكون محكمة واستخدم الوسائل المناسبة لعملية التربيط ماينفعش ان انا المصمار يبقى بيتربط بمفتاح وهجيب البنسة او الصافة اربط رأس المصمار او الصامولة ببنسة او الصافة فعملية الربط مش هتبقى محكمة اوي زي المفتاح لانه احنا دايما بننبه على استخدام العدد والادوات المناسبة للمهمة اللي انت هتقوم بيها مش هتبقى مناسبة وعملية التربيط مش محكمة وخصوصا انه لو استخدمنا حاجة زي الاصافة اللي هي بنقطع بها سلك هي وظيفتها اطع او تأشير اسلاك فهتعمل جروح واخدوش غائرة في رأس المصمار ونتطر بعد كده انه مش هنعرف بعد كده لا نفك ولا نربط المصمار ده تاني لو حصل الموقف ده اربعة المحافظة على الاجهزة جافة معناها انه انا بحاول بقدر الامكان وده لابد انه هو يحصل كل الاجهزة الكهربية لابد عدم تعرضها للمياه وكمان بنأكد هو مش اتعرض للمياه ولكن دايما بنحافظ على العوامل الجوية المحيطة ان هي ما ترصبليش مياه بالداخل اللي هي عوامل الرطوبة وعوامل الجوية ما ينفعش هي ترصبلي مياه بداخل العناصر الكهربية او الالكترونية او المحركات صدق وتعمل عمليات تقاين داخلية وعملية التقاين دي بتوصلني انه ودي هنتكلم عنها في نقطة لاحقة خلال حدثنا في هذا الباب هتوصلني لنقطة اسمها القوص الكهرابي وعمليات التقاين وعملية التقاين دي معناها ان الجو المحيط او الوسط المحيط بالالة الكهربية او العنصر الكهرابي ده بقى حامل للطيار يعني بقى الجو او الهوى المحيط بالعنصر ده حامل للطيار ودي مشكلة يعني بتودينا في حتة تانية ان احنا هندخل في الجزء خاص بالتقاين برضو وده نهاية الباب بتاعنا النهاردة النقطة الخامسة استخدام الاجهزة الالكترونية للمراقبة ودي احنا بنحتاج انه بعض الاجهزة الالكترونية بنستخدمها في عمليات المراقبة زي ما كنا بنقول مع ولادنا في المدارس انه احنا محتاجين يبقى فيه المتممات بانواعها والمتممات دي هي بتقوم بعملية المراقبة هل هي هترائب ايه بالزبط احنا كنا بنقول ان هي فيه متممات بترائب ارتفاع درجة الحرارة بمجرد ما بتشعر بتغير في درجة الحرارة للعنصر او للالة او المعدة هي بتقوم بالفصل على طول تمام وده حتى بنقوله يعني قلناه في حلقات سابقة انه يعني في الغالب الاعم ما بيبقاش فيه حد في شركة الكهرباء او محطة التوزيع بيبقى قاعد على سكينة الكهرباء ويفصل يقطع النور ده بيبقى نتيجة الحمل الزايد وده اللي بنشوفه يمكن في فصل الصيف بسبب التكييفات ووسائل التهوية والتبريد المتزايدة فالحمل بيزيد فبالتالي المحول او وحدة التوزيع للمنطقة دي بتبقى خلاص مش قادرة على الحمل اللي بقى عليها وبالتالي درجة الحرارة بترتفع الحمل زايد درجة الحرارة بترتفع بتقوم الوحدات او اللي هي الاجهزة الالكترونية اللي احنا بنقول عليها دي بقى بفصل المنطقة بالكامل وده اللي هو بيبقى بسبب ان الحمل زايد هو ما فيش مشكلة حصلت هو كل الحكاية الحمل زاد على المحول او على وحدة وشبكة التوزيع او التغزية للمنطقة فمحتاج عامل هيبقى موجود عشان يرفع السكين تاني او يقلل الضغط بشكل دي بقى بتبقى حسب نوع الوسيلة اللي احنا نستخدمها او الجهاز اللي احنا هنستخدمه هل هو بيستعيد توصيله اوتوماتيك او بيبقى يعني لابد من عامل لارجع تشغيله وده بيبقى حسب نوع العطل ده بيبقى حسب نوع العطل لانه طبيعي لو فيه عطل فيه المحول نفسه او فيه وحدة التغزية نفسها او المولد او الالة اللي هي تفصلت بسبب المشكلة مش هينفع انه يرجع وقت حل المشكلة لانه هيبقى فيه عامل جوه فيه عامل جوه شغال بيعمل الاصلاح فبمجرد ما عمل الاصلاح ده لقت واشتغل اللي هي الوسيلة لقت وشغلت طبعا خطورة جمدة على الفني اللي موجود حيات لكن ثقافة تقعد هنا دكتور يعني مثلا لما بنلاقي ان احمال زادت والنور قطع احنا بقى لما يرجع النور تاني طيار تاني نخفف الاحمال يعني نطفي انوار معينة ما نحاولش نشغل اكتر من جهاز يعني هو بطبيعة الحال احنا دي موضوع ثقافة عامة وبتبقى ان هو طبيعي هو طالما ما فيش مشكلة في المحول بيبقى او في وحدة التغذية بيبقى خلاص الحمل خف او الاسلاك دارة الحرارة انخفضت فبيبدأ يرجع تاني طالما ما فيش مشكلة الا دارة الحرارة المرتفعة فبيبدأ يرجع تاني ونلاقيه فصل تاني فده بيبقى بسبب انو الاحمال زايدة عليه طبعا نعود الى موضوعنا تاني الاجهزة الخاصة بالمرقبة هل في اضافة بالنسبة لدي الاجهزة دكتور؟ طيب الاجهزة الخاصة بالمرقبة او احنا هنستخدمها في ايه؟ دايما احنا بنأكد لولادنا انه زي ما قلنا دلوقتي ان هي بتعمل على فصل الشبكة او فصل الاحمال عن مصدر التغذية بسبب انه لو المشكلة عند الحمل المصدر ما تتقصرش لو المشكلة ناحية المصدر الاحمال ما تتقصرش باي مشكلة طب ايه هي المشاكل اللي ممكن الاجهزة الالكترونية تحلها لي؟ احنا لو بصينا على الشاشة بتاعتنا هنلاقي انه استخدام الاجهزة الالكترونية لمراقبة كل من انا باستخدمها في ايه؟ في اتزان الاوجه برائب اتزان الاوجه التلاتة كمان برائب فقدان الاوجه كمان النقطة التالتة او عملية المراقبة التالتة اللي هي انعكاس الاوجه ودول ثلاث عمليات مراقبة أنا بحتاج أني أرأيبهم كويس طيب اتزان الأوجه اتزان الأوجه ده بيحصل إمتى؟ يحدث عدم اتزان الأوجه يعني إحنا لو قلنا أن الأوجه متزنة يعني أولادنا فاهمين أن الثلاث أطراف الدخل أو الثلاث الأوجه بيبقى L1, L2, L3 فمعنى L1, L2, L3 فده ما حصلش مشكلة فيهم والأحمال متزنة يعني ما فيش أحمال بتعملي هبوط في الجهد أو انخفاض في قيمة الجهد فبيبقى الحمل متزن لو حصل أنه عدم اتزان الحمل وده بيحدث في الدوائر ثلاثية الأوجه نتيجة للأحمال أحادية الأوجه يعني الأحمال الصغيرة اللي هي أحادية الوجه اللي هي الأحمال العادية تلفزيون، كمبيوتر طبعة، مكينة تصوير دي أحمال أحادية الوجه ولكن بتعمل مشاكل في الشبكة الكهربية لأن عدم اتزان الأوجه يؤدي إلى ارتفاع ضررة الحرارة في المحركات أو ضررة حرارة المحركات ثلاثية الأوجه التي تعمل على نفس الشبكة مما يؤدي إلى احترقها إذا عملت مدة طويلة بهذا الحال عاوزين نقف عند الأوجه لفظية الأوجه ماذا تعني على وجه التحديد؟ طيب، لفظية الأوجه أو كلمة ثلاثية الأوجه أو أحادية الأوجه دي إحنا بنعلمها لأولادنا ونخليهم يفرقوا بينها من ناحية أن الحمل الأحادي الوجه ده حمل بيشتغل على المتين وعشرين فولت يعني الأحمال المنزلية كلها يعني محرك تلاجة، محرك غسالة، المايكرويف، الفريزر، المراوح، تلفزيون أي حمل وجه واحد ده بيشتغل على متين وعشرين فدايما إحنا بنقول لهم أحمال متين وعشرين هو فاهم أن هي أحمال أحادية الوجه أو أحادية الطور قلنا له حمل أحادي الوجه فهو فاهم أن الحمل ده هيشتغل على متين وعشرين الأحمال ثلاثية الأوجه أو ثلاثي الأطوار أو ثلاثي الوجه ده اللي هو الأحمال ذات ثلاثية الأوجه اللي هي بتشتغل على تلتمية وتمانين فولت فيما فوق ودي بيبقى لها 3 أطراف للدخل زي ما قلت الحضرتك دلوقتي ان احنا بنميزهم اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة اللي هم التلات فازات اللي دخلين للأحمال اللي موجودة عندي تمام احنا اتفقنا دلوقتي ان اتزان الأوجه ده بيحصل بسبب الأحمال وحضرت الوجه وبيسبب ارتفاع في درجة حرارة المحركات وده بيسبب تلفها اذا استمرت في العمل لفترات طويلة ده نربطه مع الكلمتين اللي احنا قلناهم قبلها مباشرة قلنا انه وسائل الاجهزة والمرقبة الالكترونية دي بتحميني من انه في جزء منها او نوع منها بيشعر بارتفاع درجة الحرارة وده النوع اللي هستخدمه في اتزان الأوجه واللي هي القواطع الحرارية او المتممات الحرارية اللي بتشعر بارتفاع في درجة الحرارة عندي المشكلة التانية اللي انا محتاج اراقبها اللي هي فقدان الأوجه وفقدان الأوجه دي معناها انه وجه من الثلاثة اللي هما الثلاثة اوجه احد المصهرات عليها تم انهياره يعني احد وسائل الحماية الموجودة عليها تم انهياره فهنا بيقول لي ينشأ يعني لو ابننا عاوز يشرح لو جاله سؤال اشرح وسائل او اشرح المشاكل التي يتم استخدام الأجهزة الالكترونية لتفاديها فاحنا عندنا قلنا اتزان الوجه وعندنا فقدان الأوجه فلو هيتكلم عن فقدان الأوجه هنقول له انه بينشأ فقدان أحد الأوجه نتيجة لاحتراق أحد مصهرات الأوجه الثلاثة للمحرك أو تعرض الشبكة الكهربية لصاعقة كهربية أو عند حدوث انهيار ميكانيكي للمفتاح أو القاطع الرئيسي وعادة لا يمكن ملاحظة هذه الحالة بواسطة أجهزة الفلتوميتر وذلك لأن المحركات تولد جهود على الوجه المفقود أثناء دورانها يعني ان هي بتوديني في نقطة انه جهاز الفلتوميتر أو جهاز اللي أنا يعني كل توصيلة أو كل لوحة توزيع مثلا أو دائرة كهربية ساعات احنا بيبقى موجود عليها بعض الأجهزة أجهزة القياس الكهرابي علشان تبقى من خلالها أنا متابع الطيار قيمته مظبوطة الجهد قيمته متزنة وهكذا فجهاز الفلتوميتر ما بيكتشف ليش مشكلة فقدان الأوجه فده هيوديني أنه الدايرة شغالة والحمل شغال بس هيسبب أنه في جهدين أو يعني في مشكلة عندي في فازة سقطة أو بنسميها فازة سقطة أو أن احنا في فازة مش موجود الجهد اللي عليها وخصوصا أن الجهاز الفلتوميتر ما بيكتشفش النقطة دي المشكلة الثالثة اللي معانا اللي هي انعكاس الأوجه وانعكاس الأوجه ده احنا قلنا أنه الأطراف التلاتة هي اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة فانعكاس الأوجه بييجي هما كده بالترتيب اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة فلو انعكاس الأوجه حصل بيبقى اللي واحد اللي تلاتة اللي اتنين بيحصل اختلاف في الأوجه اللي موجود فهنا نقوله يحدث انعكاس الأوجه عند تعديل توزيع القدرة الكهربية في الشبكة لو احنا في الشبكة الكهربية محتاجين نعدل توزيع القدرة فبيحصل غصب عن الفن اللي شغال يعني شيء وارد حصوله انه بيحصل انعكاس في الأوجه التلاتة تبديل بين الأوجه التلاتة وكذلك عند إجراء صيانة الكابلات والقواطع الرئيسية هو يؤدي انعكاس الأوجه في الشبكة إلى انهيار الآلة المدير كل المحركات اللي موجودة بيتسبب في انهيارها وده خطأ عامل فده بيبقى خطأ عامل أو حد والله يعني هو في الأول وفي الآخر هو خطأ عامل لأنه مفروض بيجري بعض القياسات والاختبارات للكابلات أو التوصيلات اللي هو بيعملها لأنه بعض القياسات والاختبارات لابد من إجراءها قبل وأثناء التنفيذ لكل عملية عملية توصيل للطيار الكهرابي أو تبديل التوصيلات وتوزيع القدرة في الشبكات والمحطات وزارة الكهرباء هي هتبقى المسؤولة عن إطلاف هذه الأجهزة للمواطنين بهذا الشكل بيحصل أنه لما بنلاقي في شركة الكهرباء في عمليات المنورة قلنا عليها قبل كده اللي هي عملية إدخال محط التوليد وإخراج محطة للصيانة أو الصيانة الدورية أو حصل عطل أو هما بيتدربوا لأنه بيبقى فيه تدريب على الموضوع ده باستمرار في شبكات الكهرباء بتبقى اسمها عملية المنورة دايما بنشوف شريط الأخبار في التلفزيون والقناوات الإخبارية بيبقى في الشريط كده تعتذر شبكة الكهرباء بمنطقة كذا أو كهرباء غرب القاهرة أو وزارة الكهرباء عن حدوث انقطاع في الطيار الكهرابي بسبب إجراء منورة المنورة ده تدريبات هما بيعملوها بحيث أنه يبقوا جاهزين للعملية دي تمام فكده احنا هندخل في الجزئية الخاصة بالمتممات المستخدمة في إنعكاس الأوجو المتممات المستخدمة احنا عندنا تلات أنواع أو تلات متممات بقدر أستخدمهم في المراقبة متمم مراقبة الأوجو ومتمم عدم اتزان الأوجو ومتمم تتابع الأوجو دي المشاكل اللي احنا قلناها كل متمم خاص بمشكلة كل متمم خاص بمشكلة طيب احنا عايزين نفهم دلوقتي مع بعض كل متمم بيشتغل عند جهد كام أو أنه القطع والفصل والوصل بتاعه بيبقى إزاي قال لي متمم مراقبة الأوجو الثلاثة يقوم بفصل الدائرة عنده يعني المشكلتين اللي هو هيحس بيهم إيه؟ تمام عند انخفاض أو ارتفاع الجهد عن الحدود واحد وواحد من عشرة إلى خمسة وتمانين من مية الـ VN دي اللي هو الفولت النتشرل أو الطبيعي حدوث خلل في توازن الأوجو عند 20% بالزيادة أو النقصان يعني الجهد التغذية إذا حصل خلل بالزيادة أو بالنقصان أو أنه الجهد زاد بنسبة 20% أو انخفض بنسبة 20% فييجي متمم مراقبة الأوجو الثلاثة بالإحساس أو بيشعر بهذا التغير بيبدأ يفصل الدائرة الكهربية اللي هي يفصل الحمل عن الشبكة تمام المتمم الثاني متمم عدم اتزان الأوجو ومتمم عدم اتزان الأوجو ده بيقوم بفصل الدائرة عنده برضو بيحصل مشكلتين هو بيشعر بيهم اختلال توازن الأوجو عند 15% معناها 15% دي طبعا زيادة أو النقصان برضو أي زيادة الجهد أو نقصانه لأحد الأوجو عن الوجهين يعني فيه جهد فيه وجه من الأوجو الثلاثة الجهد زاد فيه بنسبة أو قل بنسبة 15% بالزيادة أو النقصان بيبدأ يشعر بالمشكلة دي وهنا بيبقى عدم اتزان الأوجو ودايما إحنا عايزين نوضح فكرة عدم اتزان الأوجو إن الأوجو الثلاثة لما يكون الشبكة بتغزي أو المحرك اللي عندي ده بيتغزى بجهد 380 فولت 380 فولت إمتى يحصل عدم الاتزان معناها إن وجه من الأوجو الثلاثة تمام؟ إحنا اتفقنا إنه L1 L2 L3 L1 و L2 لو قسنا الجهد ما بينهم حلق إيه 380 لو قسنا بين L2 و L3 حلق إيه 380 لو قسنا بين L1 و L3 إحنا ما كررناش لو قسنا بين L1 أو الفازة الأولى أو الفازة الأخيرة حلق إيه 380 لو في مرة بتئيس ولقيت خطوة منهم جهدها متغير يبقى الحملة غير متزن أو الشبكة غير متزن تمام؟ تمام كده؟ معناها برضو إنه وجه من الأوجو الثلاثة حصل فيه انخفاض أو زيادة يعني ارتفاع أو نقصان فيه الجهد بنسبة 15% عن القيمة المقننة أو الجهد الطبيعي أو المقنن لتغزية المحرك أو للتغزية المشاهد نقول إن الفصل بقى للتغزية وارجعه مرة تانية دكتور ولا بيقوم بإيه متمن بقى؟ المتمن بيفصل الدائرة معناه أنه يفصل الدائرة فصل الحملة عن الشبكة تمام مصدر التغزية بتاعه الحل بعد الفصل بقى بيبقى بنشوف إحنا المشكلة بنجرع عمليات القياسات الكهربية وبنرجع للمصدر أو بننتظر وقت معين استقرار الشبكة ونبدأ نشتغل نشتغل تانية المشكلة التانية اللي ممكن يحس بيها انعكاس دوران الأوجه يعني الأوجه التلاتة والمجال المغناطيسي الخاص بيهم بيبقى ليه دوران معين وطريقة للمجال المغناطيسي الناشئ منهم بيحصل فيه انعكاس وبرضو متمم عدم انتزان الأوجه بيشعر بهذه المشكلة ويبدأ يفصل الدائرة يعني الحمل عن الشبكة ده في ثواني مفروض يحصل ده في ثواني مفروض يحصل مباشرة نسعة ما بيشعر بيها وده بيودينا لنقطة كلمة حالتك ممتازة أوي اللي هي في ثواني ممكن يحصل انه احنا مفروض في خاصية أو في ميزة مهمة أوي لابد توجدها في أي جهاز مراقبة أو أي جهاز وقاية لأن الأجهزة دي أجهزة وقاية وحماية كلمة الاعتمادية كلمة الاعتمادية دي انه نتيجة متابعتي ليها كويس قوي ونتيجة فاهمي للآلة اللي أنا جايبها أو وسيلة المراقبة أو الحماية اللي أنا جايبها ومدى معرفتي ودرارتي بكتاب التشغيل بتاعها ان هي بتفصل عند جهد كام وطيار كام أو دارة ارتفاع الحرارة أقصى دارة الحرارة ممكن يتحملها قد إيه لأنه بناء على الكلام ده أنا بيتم اختياري للوسيلة دي فلوما اخترتي صح أنا هبقى في يعني زي ما نقول فوادي وجهاز الحماية فوادي اللي حصل حصل وهو لسه ما شعرش بالمشكلة يعني دي ممكن تحصل المتمم التالت متمم تتابع الأوجه ومتمم تتابع الأوجه ده برضو بيفصل الدائرة عند انخفاض أو ارتفاع الجهد عن الحدود برضو من 1-1 من 10 إلى 85 من 100 عن القيمة المقننة وعدم اتزان الأوجه برضو 20% بالزيادة أو بالنقصان وانعكاس تتابع الأوجه ده يعني نقدر لون المتمم ده شامل المتممين التانين في شغله يعني يقدر يقوم بوظيف المتممين التانين هنا المتممات يا فندم هي أصلاً عبارة عن ألات برضك تضاف إليه ولا تبقى متصلة بالكهرباء أو بالمصدر مباشرة عنصر إلكتروني بيتم تركيبه في الدائرة مكون من قلب حديدي وملفات ونقاط توصيل مفتوحة ومغلقة النقاط للتوصيل الطيار ونقاط مغلقة النقاط المغلقة وظيفتها أن هي هتفصل الدائرة النقطة المفتوحة وظيفتها أن هي هتوصل الدائرة وقت زوال السبب أو المشكلة وده ممكن استخدامتها في المنازل فندم مش بس في المصالة احنا في المنازل دايما بنعتمد على القواطع اللي موجودة في لوحة التوزيع وفي ناس في المنازل بيجيبوا حاجة اللي هي منظم الجهد اللي احنا بنسميه ستبليزر ده بيركبوه عند لوحة التوزيع اللي هو على دخل الشقة كلها لو في مشكلة جاية من الشبكة من الخارج من خارج الأحمال بتاعتي أو من خارج المسكن بتاعي أو المنشقة بتاعتي لو عدم اتزان الجهد جاي من بره هو بيزبط لي الجهد اللي داخل لي لو حصلت مشكلة في الأحمال الداخلية عندي سببت لي انخفاض في الجهد أو زيادة في الجهد هو بيشتغل على الجانبين انه هو ينظم للجهد داخل المنشأة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية في نقطة تانية اللي هي نظافة نقاط التوصيل نظافة نقاط التوصيل دي احنا محتاجين نتكلم عليها لأنه زي ما قلنا من وقت قريب بالوقتي وإحنا شغالين قلنا أنه لابد من الحفاظ على النقاط أو النقاط التوصيل أو الأجهزة الخاصة بي لابد من الحفاظ عليها بعيدا عن الرطوبة 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 دي بتسبب في الآخر أنه نتيجة تراكمها مع أتربة واتساخات مع عوامل جوية أخرى فبيبقى النقاط التوصيل بتبدأ يتراكم عليها حاجة زي الصدق جلفنة بتضعف عملية التوصيل معنى أنها بتضعف عملية التوصيل يعني هتسبب لمشاكل يعني تبقى شغالة وفصلت مرة واحدة أو تبقى فصلة ووصلت لوحدها المهم عملية التوصيل ما بتبقاش بكفاءة عالية فإحنا هنا محتاجين نقول مجموعة من النقاط للحفاظ على نظافة نقاط التوصيل رقم واحد يجب استخدام أغطية واقية للمفاتيح والقواطع والمرحلات بحيث تكون مانعة للأتربة والغبار الأغطية دي بتبقى أغطية واقية على المفاتيح والقواطع زي ما احنا بنشوف كده بالزبط في لوحة التوزيع لابد عليها الباب بتاع اللوحة اللي هو الزجاجي دوت احنا شايفين القواطع بس هي محمية من تراب غبار آه العوامل الجوال محيطة أتربة اتساخات رطوبة محمية من الكلام ده كله النقطة التانية يجب منع استخدام ورق الزجاج لتنظيف نقاط التوصيل وورق الزجاج ده احنا بنقول لولادنا أنه هو الصنفر فده لابد أنه لما جا نضف نقاط التوصيل ما استخدمش أو نقاط التلامس ما استخدمش الصنفر لأنها بتعمل تآكل في نقاط التوصيل ونقاط التوصيل بيبقى لها معدن معين وسماكة معينة فلابد أن أنا أحافظ على الجزئية دي يبقى يجب منع استخدام ورق الزجاج لتنظيف نقاط التوصيل أو الملامسات طب بيستخدم ايه دكتور؟ وذلك لمنع حبيبات الرمل الصغيرة من الالتصاق بنقاط التوصيل فعملية التنظيف أنا يعني ممكن لو استخدمنا الصنفر البلاور هيبقى عملية نفخ للأتربة وده بيبقى محبب قوي ولكن بتبقى سرعته لو عالية قوي ممكن تعمل لي اهتزازات في أحد أسلاك التوصيل الداخلية تعمل مشكلة برضو فدايما بيبقى التنظيف بعناية والأفضل أن أحافظ عليها ما يوصلهاش الأتربة والعوامل الجوية دي فيه ناس بيحطوا شحم في تشحيلات لبعض الحالة حتى في السيارات لا فيه يحطوا شحم بالنسبة للتوصيلات موضوع الشحم أو التزييد ده ما بيبقاش في العناصر الكهربية رغم أن احنا عندنا أنواع من القواطع وده هنقوله لما نتكلم في القصر أو القوص الكهربائي فيه أنواع من القواطع بنسميها القواطع الزيتية والقواطع الزيتية دي بتبقى مغمورة في زيت بس الزيت ده زيت عازل للكهرباء زيت عازل للكهرباء وظفته عزل هي وظفته للعزل وده هنقوله فيه إخماد القوص الكهربائي إن شاء الله ده بيبقى الفايدة منه أنه هو يحافظ لي ويحمي لي نقاط التوصيل والآلة أو المعدة نفسها من ارتفاع درجة الحرارة كمان لو حصل شرارة داخلية هو لديه القدرة والكفاءة أنه بيخمد الشرارة دي لأنه هو زيت عازل وليه درجة لزوجة عالية بتقدر تخمد القوس الكهربية أو الشرارة الكهربية وتحافظ عليها لكن مش الشحوم لا الشحوم في نقاط التوصيل الكهربية لأنه ناخد بالنا الشحوم هي حتلم الأتربة والاتسخات فهتكوم جوه فيه تراسل بقى وتراكم لعمليات الأتربة والاتسخات أنا مش محتاج للكلام ده والشحوم كمان هتبقى ممكن تبقى بين نقطة التوصيل السبتة والمتحركة ما حصلش تلامس جيد بين المعدنين لأن طبقة الشحم أو طبقة العزلة اللي أنا حاطتها الشحوم دي طبقة سميكة فما حصلش تلامس بين النقطتين فحصل بقى الشرارة اللي احنا خايفين منها الشحوم ما بتطفيش قوس ودي مش حقدر استخدم شريط العازل لأن هنا فيه ربط فمش هيجي أبدا تدوير مش هينفع استخدم شريط العازل في نقاط التوصيل خالص لأن دي نقاط سبتة ومتحركة ما ينفعش أثبت الاتنين على بعضه وإلا مش عارف أفصل خلاص نقطة التالتة لتقليل عملية الصيانة يجب استخدام ملامسات ذات أسطح تماث ملساء وقاسية وأن يكون الملامس ذو تصميم عديم الارتداد يعني أنه المعدن بيكون معنى أنه هو قاسي معدن صلب معنى كلمة الملامسات ذات أسطح تماث ملساء ما يكونش فيها زي ما نقول بنشرحها لودنا الخربيش اللي بتبقى موجودة الخدوش المسام بتاعه الكلام ده كله ما ينفعش يبقى في نقاط التوصيل لابد أنها تكون سطح أملس ناعم لابد أنها تكون معدن صلب صلب ما يقبلش أنه يتجرح ما يقبلش يحصل فيه خدوش علشان أقدر أحافظ على عمليات التلامس الداخلية لنقاط التوصيل أحسن هذه المعادن إيه دكتور؟ أحسن هذه المعادن هي بتبقى عندنا في معادن الألمونيوم وفي الصلب السيليكوني وفي النحاس أفضل المعادن للتوصيل طبعا حتى قلناها لولادنا في سنة أولى قلنا لهم أن الفضة أفضل معادن التوصيل أو أفضل معادن الذي قابلية لتوصيل الطريق الكهرباء ولكن أسرع معادن يتأثر بدرجة الحرارة العالي أقل درجة حرارة بتأثر عليه بإنهياره أقل درجة حرارة يليه في التوصيل النحاس يليه النحاس الألمونيوم دول بيبقوا أفضل طبعا الفضة مش هنستخدمه في الكلام ده في توصيلات كهربية بس إحنا بنتكلم على درجة التوصيل فالنحاس أفضل أفضل معادن أو الألمونيوم ويليه الألمونيوم النقطة رقم أربعة من الضروري حماية نقاط التوصيل أو الملامسات بدوائر لإخماد الشرارة الكهربية وهي اللي قلنا عليها القوس الكهرابي أو الشرارة اللي ممكن تحصل نتيجة التشغيل وأبسط دائرة تتكون من مقاومة تتصل بالتوالي مع مكسف عبر الملامسات يعني دي طريقة لو أنا عايز أخمد القوس أو عملية إخماد للشرارة الكهربية النتيجة نتيجة التلامس نقاط سابتة ومتحركة أنه في دائرة بتتوصل بالتوالي أو دائرة بتتوصل مع القاطع لها مقاومة ومكسف ودي من خلالها بوصلها بالتوالي مع الملامسات بحيث أني أقدر أخمد الشرارة اللي ممكن تصدر أو تنتر نتيجة عملية الفصل والوصل ودائما عايزين نقول حاجة أنه عملية الفصل والوصل دي تسبب لي الشرارة إزاي في الطيرات العالية إحنا لو جينا نشوف نقاط التوصيل هي بتبقى نقطة سابتة ونقطة متحركة زي ما قلنا فعملية الفصل إحنا بنبعد النقطة المتحركة عن السابتة ففيه بيبقى عملية الفصل دي أثناء حركة النقطة المتحركة كده أو ريشة المفتاح بيطلع بيحصل تقاين بين الرشتين أو نقطتين التوصيل التقاين ده بيبقى فيه قوس كهرابي ما بينهم فيه طرق بقى مختلفة لإخماد القوس ده وده اللي هنتكلم عنه ده اللي يسميه شرارة فاندم دي شرارة دي شرارة احنا بنقولها بالبلد شرارة لكن هي اسمها العلم احنا بنعلمهم لولدنا كده إنه ده قوس كهرابي زي الصعقات اللي احنا بنشوفها من السمك الناس لتبقى عاملة زي خيوط صح كده هو بيظهر شكل يعني ده بيظهر شكل الصعقة الكهربية هو بيبقى نفس الخط اللي احنا بنشوفه ده بيبقى بين النقطتين السابتة والمتحركة وده خطر فاندم على الجهاز وخطر إنه ممكن يسبب حرقك أكيد طبعا دي لو ما عنديش الوسيلة الكافية إنه أخمد القوس ده هيحصل مشكلة كبيرة في الماكينة وفي المكان نفسه لأن المشكلة دي غالبا هي بتبقى في القواطع قواطع التشغيل وقواطع اللي هي الفصل والوصل يعني حتى إحنا بنلاحظها إزاي القاطع اللي موجود عندي وعند حضرتك في البيت وراء باب الشقة القاطع الحماية اللي موجود وأنا بشغله بتلاقيه تقيل تمام وإحنا بنفصله بيبقى خفيف قوي وإحنا بنشغله إحنا بنشد سستة علشان فيه ياي كده بنشده علشان نشبك نقطة التلامس تمام وإحنا بنفصله بيبقى سهل قوي لأن الياي اللي موجود ده ساعدني إنه يتشد وساعدني إن القوس الكهرابي ما ياخدش وقته الشرارة اللي كانت اللي بتحصل بين النقطة النقطتين وأنا بشد الريشة المتحركة بتحصل شرارة بين الاتنين فالياي ده بيساعدني دي وسيلة بيساعدني إن الريشة تنزل بسرعة اللي هي ما تلحقش تاخد وقتها الشرارة تطلع فدي وسيلة من الوسائل بس دي طبعا القواطع دي في المنازل عندنا بتنشتغل وجهة واحد مئتين وعشرين فولت فالموضوع يعني الياي ده كافي إنه هو يحل المشكلة هل الجزء ده والجهد ده بيبقى الهواء ليه دور فيه يعني الهواء نفسه الأتنسفير فيه لو إحنا تخيلنا إن إحنا فرغنا المكان من الهواء يعني في علبة معينة هل برضك ممكن يحصل لهذا الجانب القوس طيب في النقطة دي أنا هروح بقى الجزئية اللي هي من طرق اتفاق القوس أنا يا إما الوسط المحيط فيه وسط عازل زيت أو غاز سادس فلوريدي كابويد أو أنه يبقى فيه ضواغة هوائية أو قواطع هوائية بيبقى الهواء اللي موجود المكان نفسه مفرغ أو العلبة اللي فيها القاطع مفرغة من الهواء فده بيمنع حدوث القوس اللي يحصل ده بعد كده نتكلم في نظافة كراسي جهاز الوقاية وجهاز الوقاية ده الكراسي بتاعته إحنا بنسميها اللي هي نقاط التوصيل وخلافه هنا بيقول لي تعتبر أجهزة الوقاية من أهم عناصر المنظومة الكهربية حيث تقوم هذه الأجهزة بتأمين ضروريات الحماية للمعدات الكهربية سواء مولدات أو محولات أو محركات حيث تثبت في لوحات التوزيع على كراسي بواسطة مصامير رباط أو عن طريق التعشيق ودي طريقة التثبيت بتاعتها طيب أول خطوة احنا ممكن نعملها نحافظ عليها يتم فحص كراسي أجهزة الوقاية للتأكد من خلوها من التلفيات زي الشروخ أو القصور وفي هذه الحالة يتم استبدالها هنستبدل بآخر سليم النقطة التانية يتم فحص كراسي أجهزة الوقاية ضد التلوث مثل تراكم الأتربة والأتساخات والمواد العليقة الغريبة وتنظفها بواسطة فرشاة ناعمة أو بدفع الهواء الجاف المضغوط وبشرط أن الهواء يكون جاف خالي من العوامل الرطوبة تلاتة يتم فحص تثبيت كراسي أجهزة الوقاية للتأكد منها أو من أنها مسبتة جيدا في مكانها حتى لا تسبب اهتزاز جهاز الوقاية وبالتالي تفكك أطراف توصيله بسبب الإجهاد الميكانيكي والإجهاد الميكانيكي ده اللي هو عمليات الفصل والوصل عمليات الاهتزازات لإجهادات اللي بتعرض لها اللي بنسميها إجهادات ميكانيكية هي نتيجة اهتزازات وضغوط وحركة عشوائية وخلافة عاوزين نقف عندي كلمة كراسي علشان برده كلادنا يتخيلوا هل الكرسي معناه تصميم معين يعني بيلحق بيتم وضعه علشان يعمل التواصل ولا ايه بالضبط الكراسي دي احنا القاطع اللي بنيجي نثبته في لوحة التوزيع هو بيتثبت على مجرى بنسميها اوميجا تمام الاميجا دي بيبقى القاطع نفسه في مشقبية سستة هنا في الفوق وتحت تمام وفي هنا مشبك وإحنا بركبه المشبك ده والمشقبيتين دول احنا بنسميهم كرسي كرسي التثبيت تمام فوإحنا بندخل على الاميجا عشان نسبت القاطع في اللوحة اللوحة دي بتبقى اوميجا كده لوحة التوزيع سواء هتبقى القواطع هتتثبت فوق بعضها أو بجانب بعضها بالشكل ده بوضع رأسي أو أفقي بيبقى الاميجا بتتثبت بالشكل اللي انت هتثبت فيه أو مصممة عليه لوحة التوزيع أثناء عملية التثبيت القاطع وإحنا بنركب بصباعي من فوق شدت المشبك اللي فوق فعشقت من تحت وشدت المشبك وركبت وسبت المشبك اللي فوق ده كرسي ده كرسي المشبك اللي فوق دوت والطرفين اللي هما اتحركوا ونتيجة وأنا بشد المشبك ده ده كرسي التثبيت بتاعي وكرسي التثبيت ده هو اللي هيتعشق في الأوميجا اللي هو عود الحديد اللي هيتثبت عليه القاطع ده الكرسي طيب في نقطة كمان احنا محتاجين نتكلم عنها اللي هي جهد التجغيل وإزاي أضبط جهد التجغيل أو فايدة ضبط جهد التجغيل هنا بيقول لي ضبط جهد التجغيل في حالة عدم تشغيل الآلات الكهربية بالجهد المقنن لو الآلة الكهربية ما اشتغلتش على الجهد المصمم عليها أو مصممة عليه على لوحة البيانات التي تثبت على جسم الآلة فإن ذلك يكون له أثار سلبية على ملفات الآلة الكهربية يعني احنا لابد ان احنا نبقى واخدين بالنا من نقطة ان انخفاض الجهد الكهربي الانخفاض يأثر لي على جميع الأحمال ذات الملفات اللي موجودة محركات كلها اللي موجودة في المنشأة عندي أو في المسكن عندي انخفاض الجهد يأثر على كل الأحمال اللي فيها محركات أو فيها ملفات عكس زيادة الطيار يعني زيادة الطيار تؤثر على بعض الأحمال اللي هي المادية زي اللمبات وخلافه يعني فاتحها توقفها توصل لمحلة الانفجار لللمبة واللمبات اللي هي المتوهجة اللي هي الألوز المصمار دي لمبات بتتأثر قوي بزيادة الطيار اللي موجود فيها عكس اللمبات الفروسينت ما تتأثرش بانخفاض ما تتأثرش بزيادة الطيار لكن تتأثر بانخفاض الجهد لأن فيها اللي هو اللي بنسميه الترانس أو الملف الخانق فعشان فيها ملف هي ما تتأثرش بزيادة الطيار لكن تتأثر بانخفاض الجهد الانخفاض أكثر خطورة فانتها هو برضو لازم نبقى فاهمين وولدنا فاهمين النقطة دي إن إنخفاض الجهد معناها زيادة في الطير الإعلاقة عكسية بين الاتنين فهنا إذا استمرت الآلة في العمل على هذا الوضع إنه الجهد مش مظبوط أو الجهد المقنن مش هو اللي داخل لها أو الجهد المصمم عليه ما هي فبيؤدي إلى التلف لأن عدم ضبط الجهد يسبب مجرد طير كبير وده اللي إحنا بنقوله إن العلاقة عكسية بين الاتنين إنخفاض الجهد معناها زيادة في الطير وفيه أحمال طبعا مش كل الأحمال هتشتغل على الطيار العالي اللي إحنا بنستخدمه خصوصا إن إحنا في المسكن ما عندناش أحمال تشتغل على طيار عالي وبتتأثر لإن إحنا قلنا إن الأحمال أحادية الوجه هي اللي بتؤثر بشكل بالغ وكبير على اتزان الشبكة الكهربية في حالة السلاسي الأوجه الدخل بيبقى سلاسي الأوجه أو الشبكة المغزيانة بتبقى سلاسية الأوجه ولكن الأحمال الأحادية الصغيرة هي اللي بتسبب عدم اتزان في الشبكة لأن عدم ضبط الجهد يسبب مرور طيار كبير في الملفات مما يؤدي إلى ارتفاع ضارة حرارة الآلة الكهربية وبالتالي يؤدي إلى احترقها طيب الوضع الصحيح للقوص وبعدها هنتكلم على طرق إطفاء القوص الوضع الصحيح للقوص الكهربية أو لمطفق القوص الكهربية هنا بيقول لي عندما يراد قطع الطيار الكهرابي المار في دائرة نتيجة لحدوث خطأ في جزء منها أو أنا عايز أقطع الدائرة الكهربية أفصل يعني الدائرة الكهربية لنتيجة حدوث عطلة أو خطأ في أي جزء من أجزائها تبدأ آلية القطع في إبعاد التلامسين يعني إيه؟ تبدأ آلية القطع في إبعاد التلامسين آلية القطع هي جهاز إلكتروني للوقاية اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية أحد المتممات أو أحد القواطع أو القطع اللي موجود عندي في البيت في لوحة التوزيح في الشقة هو اللي بيقوم بفصل الدائرة الكهربية تمام فهنا تبدأ آلية القطع في إبعاد التلامسين عن بعضهما تمام وعند انفصالهما يستمر مرور الطيار بينهما على شكل قوس كهرابي زي ما قلت لحضرتك ومثلنا على قدية أنه نتيجة إبعاد النقطة السابتة عن المتحركة بيبقى في قوس كهرابي ما بين النقطتين نقطتين التلامس السابتة والمتحركة ده ببقى لي أطوالي فندم القوس يعني حجمه طويل لا 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 لأنه أنا محكوم بالمسافة بين النقطة السابتة نقاط التوصيل للنقطة السابتة والمتحركة وهي ما بتبقاش بعيدة أوي فهو محكوم بالمسافة حسب حجم القاطع نفسه وأهم وظيفة للقاطع هي إخماد القوس أو إطفاء القوس الكهرابي نهائيا وعند إذن فقط يتم الفصل الفعلي للدائرة الكهربية ده يبقى الغاز زي ما حدرتك قلت معين ممكن يخمل على طول القوس في وسائل مختلفة لإخماد القوس وإحنا هنقول طريقتين منه تمام الأجسام الواجب يعني تبحى الموصفات المعمول بها أو الأشياء المعمول بها ده لسه قبل طرق إخماد القوس الكهرابي لحالة كلمتها تمام طيب ناخد جزئية الخاصة بإخماد القوس عشان نبقى أفلنا النقطة دي وبعد كده نجاوب على سؤال حضرتك برده طرق إخماد القوس الكهرابي طرق إخماد القوس الكهرابي أنا عندي طريقة اللي هي إطالة القوس الكهرابي زي ما حضرتك قلت هو مربوط بمسافة معينة أنا ببدأ أوسع المسافة بين نقطة التوصيل السبتة والمتحركة تمام ببدأ أبعد المسافة لأنه كل ما طول القوس أثناء إطالته كده ممكن يحصل له القطع خلاص دي طريقة الطريقة التامية نوابقى المسافة أكبر آآآ نوسع المسافة تقسيم القوس الكهرابي وتقسيم القوس الكهرابي أنا بحتاج أنه عملية برضو بحتاج لها عملية أنه الوسط المحيط يكون قادر على إخماد القوس الكهرابي أو تقسيمه أو فصل القوس الكهرابي هنقسيمه زي فقط من القوس الكهرابي القوس الكهرابي إحنا عملية التقسيم للقوس الكهرابي أنا بتحكم فيه الجهد على النقاط التوصيل والطيار على نقاط التوصيل ومن خلالها أنه بطبق الطريقتين مع بعض أو الوسيلتين مع بعض أنه هو إطالة القوس الكهرابي فأنا حصل على فترات أقطعت القوس الكهرابي هنا نقطة استبدال المواصلات المارنة التالفة واستبدال المواصلات المارنة التالفة المواصلات المارنة هي المواصلات التي تستخدم في التوصيلات الداخلية للمرحلات وأجهزة القياس والتحكم فهي معرضة دائما للقاطع أو التالف عندي بسبب اهتزازات الآلة الكهربية أثناء التشغيل اتنين ارتفاع درجات الحرارة للوسط المحيط التي توجد فيه وده كل النقاط اللي احنا بنتكلم عليها دي مشاكل جوه والقاطع نفسه لأنه المواصلات المارنة دي هي الأسلاك الداخلية جوه القاطع اللي بتوصل عنصر بعنصر أو جزء بجزء جوه القاطع نفسه فالنقطة التالتة الحرارة الناتجة نتيجة زيادة الأحمال أو حدوث قصر في المرحلات أو أجهزة التحكم والقياس كمان تشقق أو تآكل المادة العازلة بسبب وجود جسم غريب داخل الآلة النقطة الخامسة تعرض المواصلات للصدمات نتيجة قيام العامل المختص بفك أو تركيب في الآلة تمام يمكن السؤال الثاني لأجسام الواجب تبحى لمواصفات المعمول بها في معظم الدولة تمام الجزئية دي لو هنتكلم فيها يبقى لابد ان احنا نفهم هو انا هوصل التوصلات دي ليه تمام وتوصلات الوقاية دي هعملها ليه دي اسمها عمليات تأريد وعملية التأريد احنا بنقول تأريد المعدات والمباني والمنشآت دي احنا بنقولها انه عملية للوقاية من طائر التصرب يعني احنا بنشوف في المنازل مثلا او في المنشآت الصناعية او التجارية بنلاقي انه انا واقف جنب معدة او آلة ولمستها لمس مباشر تلمس مباشر بيني وبين الآلة او المعدة او في المطبخ عندي في المنزل الغسالة التلاجة حصل اه اللي احنا بنقول عليه ماس ده اسمه طيار تصرب ده اسمه طيار متسرب او طيار خطأ يعني ايه طيار خطأ هو خد مصار خطأ او متسرب عن مصاره الطبيعي مصار الطيار طبيعي في الاسلاك والموصلات والكابلات هو خد جسم المعدة المصار بتاعه بقى في جسم الآلة في جسم التلاجة او الغسالة او في جسم المكينة ده نتيجة عطا في الآلة فاندي مولى لطيار الكهرباء نتيجة في اسباب عدة فقا يعني احنا ممكن نقول فني الصيانة وهو بيعمل صيانة في مره بيعمل صيانة للغسالة فعملية التربية والعزل للاسلاك والموصلات حصل بشكل مش جيد فحصل تماس بين ايه الاسلاك او سلك حامل الطيار مع جسم الآلة او المعدة نتيجة لحدوث مثلا انه فيه سلك عاري غير معزول قريب من الجسم المعدني فحصل تقاين للوسط المحيط او المجال المغناطيسي اللي حول الموصل لانه اي موصل بيمور فيه مجال مغناطيسي المجال زي ما قطع السلك او نشأ في السلك قطع جسم الغسالة او الثلاجة وخلافه فنقل بجزء من الطيارة مبقاش عالي بس نقل جزء من الطيارة المتسرب ولكن يبقى عالي امتى لو يعني انا لو واقف بشكل عازل هنحس بالإيه اللي هنقول عليها لسعة لسعة الماز دي لكن لو وصلت بيني وبين الارض وبين الجهة واقف بقى مش بطريقة معزولة او في مية او ايدي مبلولة فحصل المشكلة انه هو بقى شديد علي فده يودينا لنقطة اللي هو تقريد المعدات وتقريد المعدات دي دايما احنا بنقول انه انا بوصل المعدة او الآلة بسلك معدني او سلك من النحاس طبعا او موصل من النحاس ودفنه في بطن الارض وده احنا بنشوفه في المعدات والماكينات في المصانع والمنشآت الصناعية وابراج الضغط العالي ابراج الكهرباء غرفة المحولات المولدات والمحركات في المحطات والشبكات وخلافه بيبقى فيه سلك معدني او موصل معدني مربوط بمصمار ربط كده في جسم الآلة او المعدة ومسحوب من جنبها ونازل مدفون في بطن الارض وده احنا بنسميه سلك تقريد او موصل التقريد الهدف منه انه بسحب الطيار الخطأ او الطيار اللي مر بشكل خاطئ او طيار اللي تصرب لجسم الآلة او المعدة بسحبه الى بطن الارض ومش بس ان السلك بيبقى مدفون في بطن الارض وخلاص لا ده بيبقى متصل بقضيب من النحاس عود من النحاس في بطن الارض على عمقه معين حسب نوع عملية التقريد وحسب نوع التربة اللي انا دفنت الموصل والقضيب ده فيها ممكن تكون راتي بقى تبقى مشكلة بتختلف بتختلف اه يعني هو ما بيترميش في بطن الارض وخلاص ده بالعكس هو بيتصل بقضيب وتجهيزة معينة اخرى تجهيزة اخرى بيتعمل لها تجهيز داخل حفرة في بطن الارض ودي بيبقى عملية التقريد فلو جينا نعرف عملية تقريد المعدات هنقول انه هو توصيل الجسم والاغلفة المعدنية للمعدات والاجهيزة بالارض عن طريق موصل كهربي لتجنب حدوث ارتفاع في جهد الجسم عند حدوث تلامس بينهما يعني لو حصل تلامس يبقى انا عندي الوسيلة الامنة اللي هي تسحب طيار التصرب الى بطن الارض وده هيودينا للسؤال بتاع حضرتك بقى اللي هو الاجسام الواجب حمايتها او توصيلها بعملية التقريد لها عندي رقم واحد الاغلفة المعدنية المحيطة بالموصلات الكهربية رقم اتنين الهياكل والاغلفة المعدنية للآلات الكهربية ثلاثة هيكل المحركات واجهزة التحكم المصاعد والاوناش اربعة اجهزة الاشارات الكهربية والعرض يعني حاجات زي الستوديو اللي احنا فيه ده كمان كل الاجهزة دي معمول لها عملية تقريد حتى لو احنا مش شايفين الموصل مدفون في بطن الارض هو فيه موصل في الكبل في الكبل المغزليها متصل مع لوحة التوزيع ولوحة التوزيع متصلة بلوحة التوزيع الرئيسية للمبنى ولوحة التوزيع الرئيسية للمبنى دي فيه كبل متصل بعملية التقريد بتاعتها طب ده بيحصل في الفيشة نفسها فاندم اللي هي التلاتة اه التلاتة اصابع هو ده طرف التقريد مش يعني مش موجودة في مصر على سبيل العمل مش كله بيعمل وسيلة التقريد لكن كل وحدة وكل مركز وكل بناية ممكن تعمل التقريد ده لوحدها ولا لازم الهيئة بتاعتك لما اجابة حضرتك دي بقى دلوقتي هنقولها سريعا في اللي هي طرق التقريد بتاعته ونقول نعملها امتى ومين هنلحق ان شاء الله رقم خمسة اجهزة الاشارة الكهربية والعرض عندي المقابس المتصلة بالاجهزة المنزلية الابراج المعدنية الحاملة لخطوط الجهد العالي وكمان الحواجز المتصلة بالاجهزة الصناعية طيب مكونات نظام التقريد لو بصينا على مكونات نظام التقريد احنا قلنا تربط الارض المكان اللي احنا هندفن فيه موصل التقريد كمان عندي الكتردات التقريد اللي هو اضيب النحاس اللي قلت لحضرتك عليه موصلات التقريد اللي هو الموصل او السلك اللي هيوصل بين المعدة او الماكينة جسم الماكينة الى موصل الى قضيب التقريد او الالكترود تجهيزات الوصل والربط ودي بتبقى حاجات زي اللي احنا شايفينها دي صور لكل مكونات عملية التقريد اللي انا ممكن احتاجها طيب الالكترودات التقريد سريعا نقول الجزء ده اللي هنختم به الباب بتاعنا وحلقتنا الالكترودات التقريد انا عندي منها نوعين إلكترودات موجودة في المبنى وإلكترودات مخصصة للتأريض موجودة في المبنى دي يعني أنه أنا هستخدم كل ما هو معدني غير حامل للطيار في المبنى يعني ممكن أستخدم مواسير المياه أنا بيبي الغاز كل الجملونات أو الهياكل المعدنية للأبنية في المصانع والشركات إحنا بنشوف مصانع أيما على فكرة الهنجر وجملونات حديد أنا محتاج برضو أستخدم الجملون ده لفكرة إنه ده مدفون في بطن الأرض فلما هوصله سلك التأريض هو مدفون في بطن الأرض تمام طيب أنواع إلكترودات التأريض عندي إلكترودات موجودة في المبنى زي ما قلنا وإلكترودات مخصصة للتأريض الإلكترودات الموجودة في المبنى إحنا قلنا إن إحنا بنستخدم الإنشاءات المعدنية الداخلة في تكوين المبنى والمتصلة اتصالا جيدا مع الأرض زي أنابيب الغاز والهياكل المعدنية للمبنى وكمان جميع المنشآت المعدنية الموجودة تحت الارض. آآ زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. آآ دي مواسير غاز احنا موصل لها. لكن الآن ممكن نوصل له يا فندم طيار المتسرط. ليه يا فندم? ممكن نعمل حاجة في الغاز? لا لا مش هيعمل لانه هو بيبقى طيار ضعيف جدا. مش مش قوي. آآ ليه بقى احنا بنقول اصل مصورة الغاز دي ماشي عندي بشكل آآ شبكي في المنزل. تمام. وطلعت من عندي دخلت على الشقة اللي فوقي. ومن عندي على الشقة اللي تحتي وقبل حضرتك. وبعدين المصورة نفسها مدفونة في الشارع في بطن الارض. فصربت. تمام. فاعتبرتها الكترود. تمام. آآ آخر حاجة الكترودات مخصصة للتأريض. ودي عندي الكترودات او هي قطع معدنية يتم تصنيعها او تجهزها لغرض دفنها في الارض واستعمالها في نظام التأريض. آآ قطبان معدنية انواعها. قطبان معدنية مدفونة في الارض. آآ قطبان من الصلب محاطة بالخرصانة. وموصلات وشريح معدنية. آخر حاجة اللي هي شبكات تأريض مدفونة. ودي بعض الصور لعملية التأريض. لو خدنا بالنا انه ادي الكترود او القضيب النحاس مدقوق في الارض او مدفون في الارض. ووسيلة رابط هنا زي افيز. وكمان ادي موصل التأريض اللي ساحب من او اللي جايب من جسم المعدة او الماكينة. احنا نتمنى في التصميمات الخاصة بالابنية. دكتور يبقى موجود تصميم يفرد وجود هذا التأريض في البناية. بحيث انه يبقى مش محتاجين لأي حاجة. لو خدت بالك حضرتك من الصورة اللي على الشاشة دلوقتي. لو بصين عليها. هي توضح كلمة حضرتك دلوقتي. ده اواعد بتترمي لمنزل. اه. فجينا على احد اسياخ الحديد اللي موجودة في السملات والاواعد والاعمدة. وربطناه بموصل. طبعا من ناحية المدخل للمنشأة. احنا بنبقى المهندس اللي بيبني او كده عارف المدخل فين. فربطنا احد الموصل الاسياخ الحديد بموصل. وهنطلعه الموصل ده حيطربت مع لوحة التوزيع للمنشأة. يد لكل المنشأة. لوحة التوزيع بتاعت المنشأة بقى هنجمع اسلاك التقريد وموصلات التقريد من المنشأة كلها ونديها للموصل ده. الله عليك. دكتور محمود محمد عبدالعاطي. يعني خبير الصيانة والآلات الكهربائية. انا بشكر مع عليك فاندوم النهاردة. شكرا. على هذه الحصة والمحاضرة الرائعة. اه. وتمنى ليك ولأبنائك الطلاب مزيد من التوفيق فاندوم. شكرا. شكرا مع عزائي الطلبة في كل مكان. وتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق. الى اللقاء.